اشتركوا في القناة على المركبة وتمرين حول المبني للمجهول وتمرين اخير حول أي نقل الكلام من الخطاب المباشر الى الخطاب الغير مباشر بالنسبة للاخوان المتابعين من بكالوريا احرار يمكن لكم تحميل هذا الامتحان طلاقا من الروابط الموجودة اسفل الفيديو والاشتغال عليه وبعد ذلك يمكن لكم العودة الى فيديو التصحيح وتصحيح اجوبتكم اذا لنبدأ اخواني بالتمرين الاول الذي يقول fill in the blanks with the correct phrasal verbs from the list make the necessary changes five points يعني املأ هذه الفراغات بالافعال المركبة الموجودة في هذه اللائحة وقم بتغيرات ان كانت هناك اشياء ينبغي عليك ان تغيرها اذا ساشرح لك اولا معاني هذه الافعال المركبة وبعد ذلك نجيب على هذا التمرين اذا find out اكتشف stand for يعني apply for تقدم بطلب لي keep up with تماشى مع put up استضافة bring about يسبب put up with تحمل او قابل بشيء ما fill in املأ pick up تعلم بسرعة hand in اعطى او سلم turn down تاني رفض و give up تاني توقف عن او تخلى عن عادة ما الى غير ذلك اذا بالنسبة للجملة الاولى تقول you should فعل ما هنا وعلى ذينا هنا smoking it's dangerous for your health اذا هنا سنقول you should give up smoking لماذا؟ لان give up تاني توقف عن اذا ينبغي عليك معنى الجملة سيصبح ينبغي عليك ان تتوقف عن التدخين اذا you should give up smoking it's dangerous for your health دائما give up اخواني تذهب مع العادات عامة لان معنىها باللغة العربية هو توقف عن المثال التاني jack wants to job in another country هنا لدينا كلمة job هي كلمة المفتاح هنا والفعل المركب الذي يذهب مع job هو apply for لان apply for تعني تقدم بطلب لي اذا jack wants to apply for a job in another country يعني jack يريد ان يتقدم بطلب عمل في دولة اخرى apply for تذهب كذلك مع كلمات مثل visa passport work او جميع الاشياء التي نتقدم بطلب للحصول عليها المثال الثالث poverty a lot of social problems هنا لدينا social problems المشاكل الاجتماعية لدينا crimes الجرائم ولدينا violence اذا عندما تلاحظ اشياء مثل هذه المشاكل او التغيرات لغا ذلك فالكلمة التي او الفعل المركب التي يذهب معها هو bring about اذا سنقول poverty brings about a lot of social changes a lot of social problems like crimes and violence يعني الفقر يسبب bring about يعني يسبب a lot of social problems الكثير من المشاكل الاجتماعية like crimes and violence مثل الجرائم والانف هنا literacy the fact of knowing how to read write and use a computer لدينا هنا تعريف نقوم بتعريف هذه الكلمة literacy المعرفة وما هو الفعل المركب الذي نستعمله للتعريف وstand for لان باللغة العربية يعني 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 stand for باللغة العربية يعني اذا المعرفة تعني the fact of knowing حقيقة معرفة كيفية القراءة كيفية القراءة والكتابة واستعمال الحاسوب if you visit الجملة الاخيرة if you travel to United States of America you will be able to English language هنا الكلمة المفتاح في هذه الجملة هي English language والفعل المركب الذي يذهب مع الاشياء التي نتعلمها مثل اللغة هو pick up و pick up يعني تعلم بسرعة اذا if you travel to United States of America يعني اذا سفرت الى الولايات المتحدة الامريكية you will be able to سوف تكون قادرا على pick up English language تعلم اللغة الانجليزية very quickly بسرعة اذا تذكر جيدا هذه الكلمات المفتاح التي تساعدك على معرفة الفعل المركب المناسب لكل فراغات تائما اقرأ الجملة وابحث عن هذه الكلمات مثل هذه التي وضعتها باللون الاصفر فهي تساعدك كثيرا على معرفة الفعل المركب الذي يذهب معها وان كانت ذلك مشكلة في فهم الأفعال المركبة عد الى فيديو في هذه القناة تشرح فيه بتفصيل ممل جميع الأفعال المركبة التي سوف تحتاجها في سنة الثانية باكالوريا وهناك كذلك لائحة من الأفعال المركبة والكلمات التي تذهب معا في موقع على الانترنت www.englishwithsimo.com ان قرأت ذلك الدرس وشاهدت الفيديو فأنا متأكد أنك ستكون قد فهمت الأفعال المركبة جيدا إذن انتهينا من تمرين الأفعال المركبة الآن سنمر إلى تمرين passive voice أو المبني للمجهول ما هي قاعدة المبني المجهول؟ سوف أكتب القاعدة هنا وسنبدأ بتطبيقها على جميع الجمل إذن خاعدة passive voice هي كالثالي أولا نبدأ بـ object وهو المفعول به ماذا يتبعه؟ يتبعه verb to be وماذا يتبعه؟ يتبعه الفعل الرئيسي في past participle إذن هذه هي قاعدة passive voice أو المبني للمجهول لاحظ هذه القاعدة جيدا وسوف نقوم بتطبيقها على جميع هذه الجمل إذن بالنسبة للجملة الأولى لدينا هنا لدينا فعل gave ويوجده في simple past و the awards لدينا هنا وهي the object يعني أصلا لدينا object ماذا نحتاج؟ نحتاج فقط إلى verb to be ونحتاج كذلك إلى الفعل الرئيسي في صيغة past participle أو اسم مفعول إذن الفعل الرئيسي هنا هو give إذن يجب أن نضع verb to be هنا في past simple لأن فعل gave يوجد في past simple إذن ما هو verb to be في past simple؟ هو was أو were ولكن في هذه الحالة فلدينا awards يعني plural سوف نستعمل were وما هو الفعل الرئيسي؟ الفعل الرئيسي هو give يجب أن نضعه في past participle إذن سنقول given إذن many awards were given ونتمم الجملة يمكن أن نقول by the administration ولكن في الامتحال الوطني إن كنت غير قادر على إتمام الجملة بهذه الطريقة يمكن فقط أن تقول were given by the administration ولا تكتب هذه الأشياء لأنها أصلا ليست مهمة إلى غير ذلك ويمكن كذلك أن تكتب فقط were given وتضع نقطة ونحن سنعرف أنك قادر على تحويل الجملة من ال passive voice من ال active voice المبني للمعلوم إلى passive voice المبني للمجهول إذن فقط كما قلت أكتب verb to be وقم بكتابة الفعل الرئيسي في صيغة past participle أتحدث هنا عن الامتحال الوطني وستكون إجابتك صحيحة بالنسبة للمثال الثاني many people speak English in London هنا الفعل هو speak ويوجد في simple present إذن سنضع verb to be هنا في simple present English is ويتبعه الفعل speak في past participle وهو spoken يمكن أن نقول by people people in London وفقط English is spoken وتضع نقطة المثال الآخر the director was sending many emails when the internet went off هنا الفعل هو was sending ويوجد في زمن past continuous إذن سنضع verb to be هنا في past continuous was being هل هي صحيحة؟ من طبيعة الحال ليست صحيحة لأن لدينا هنا many emails وهو plural إذن لن نقول was being سنقول ماذا سنقول were being ثم فعل send في past participle هو send ويمكن أن نضع نقطة هنا والإجابة ستكون صحيحة أو يمكن أن نتمم الجملة by director when the internet internet went offline كما قلت إن كنت لا تقدر على إتمم الجملة بهذه الطريقة فقد توقف هنا were being sent وإجابتك في الإمتحال الوطني ستكون صحيحة بالنسبة للمثال الآخر my friend ate a nice meal at the restaurant downtown last week هنا الفعل يوجد في simple past eat لأن eat فهو فعل eat في simple past نقول في simple present eat أو في infinitive eat وفي past eat وفي past participle eaten إذن هذه صياغة فعل eat في simple past وpast participle وinfinitive إذن eat فهو في simple past إذن سنضع هنا verb to be في simple past وهو was أو were ولكن هل سنستعمل was aware من طبع الحال فقط was لأن لدينا هنا a nice meal فهو مفرد إذن a nice meal was ثم سنضع eat في past participle وهو eaten when I smell is eaten يمكن أن أقول by my friends يعني من طرف by my friend at the restaurant restaurant downtown last week وكما قلت مرة أخرى يمكن لك أن تتوقف هنا was eaten وإجابتك ستكون صحيحة لن تحتاج إلى كتابة كل هذه المعلومات لأنها أصلا توجد في الجملة الأولى وليست مهمة بالنسبة لpansive voice المثال الأخير the teacher will give many will write many articles for his students the teacher will write many articles for his students الفعل هنا هو will write ويوجد في infinitive في future في future أعتدر في future will write فهو يوجد في simple future ثم سنضع هنا verb to be في simple future سنقول will be ثم الفعل الرئيسي هو write سنقول written will be written يعني many articles will be written يمكن أن نتوقف هنا ويمكن كذلك أن نتمم جملة أو نقول by the teacher for his students إذن هنا نأتي إلى نهاية يعني الأجوبة التمرين passive voice أو المبني للمعلوم والمبني للمجهول إذن الجملة الأولى فهي توجد في المبني للمعلوم ونحن قمنا بتحويلها إلى المبني للمجهول passive voice وتذكر القاعدة جيدا لأنه دائما لدينا verb to be ويتبعه الفعل الرئيسي في صيغة اسم مفعول past participle الآن سنمر إلى التمرين الأخير وهو خاص ب reported speech الخطاب المباشر والخطاب الغير المباشر بالنسبة للجملة الأولى تقول women participate in the development of society the reporter says لاحظ معي جيدا هذا الفعل the reporter says the reporter says هنا هذا الفعل يسمى reporting verb وهو يوجد في simple present في هذه الحالة عكس الجملة الثانية مثلا لدينا said وهنا لدينا said إذن said فهو يوجد في simple past ولكن says يوجد في simple present ماذا يعني ذلك إن كان الفعل reporting verb يعني هذا الفعل إن كان في simple present كما تشاهدوا هنا لا نغير زمن الفعل ولا نغير أي شيء صراحة في الجملة تبقى الجملة كما هي ولكن إن كان في simple past هي يعني إن كان في simple past تتغير الكثير من الأشياء إذن the reporter says that women participate participate in the development of society إذن في هذه الحالة لم يتغير أي شيء كما تلاحظ the reporter says that يمكن أن نقول هنا that women participate in the development of society وكما تلاحظ لم نغير حتى في زمن الفعل فهو participate بقية participate كما تشاهد يعني لا شيء يتغير الفكرة هنا هي أنه هذا الفعل reporting verb إن كان في simple present فهو لا شيء يتغير ولكن إن كان في simple past في تلك الحالة تتغير الكثير من الأشياء وهذا ما سنشاهده في المثال الثاني I went to United Kingdom last week my friend said هنا الفعل يوجد في simple past لأنه فعل go في simple past نقول I went to United Kingdom last week هذه هي last لأن كلمة تدل على الزمان ستتغير كذلك إذن سنقول my friend said وسنكتب that he لأنه my friend تتحدث عن my friend يعني قال أنه that تعني أن وهي تاني هو أنه that he والفعل هنا هو فعل go ويوجد في زمن الماضي زمن الماضي إخواني في الخطاب الغير المباشر يتحول إلى past perfect الماضي التام إذن had gone إذن my friend said that he had gone ثم سنتمم الجملة to united kingdom to united kingdom kingdom ثم last ستتغير إلى the previous لأن last تتحول إلى the previous the previous إخواني تعني السابقة والlast تعني الماضي the previous week إذن نتمم الجملة the previous week إذن كما تلاحظ simple past went تحول إلى past perfect had gone دائما في reported speech simple past تتحول إلى past perfect والlast دائما تتحول إلى the previous سنمر إلى المثال الثاني I will finish this work soon هنا لدينا model will ولدينا this كذلك سوف تتغير إذن student stated ثم سنكتب student stated that he لأننا تحدثوا عن student إذن student stated that he قال أن هو ثم will تتغير إلى ماذا تتغير إلى would إذن that he would ثم نتمم الجملة finish a student said that he would finish ثم this تتحول إلى that لأن this تعني هذا و that تعني ذلك إذن he would finish that work soon إذن ونتمم الجملة work soon إذن هذه هي الإجابة الصحيحة بالنسبة للمثال الآخر we must check in before we go for walk in the city tourist said هنا لدينا must و must تحول إلى had to إذن سنقول tourist said that بما أن هذا السائح قال we must يعني ينبغي علينا أو نحن مجبرون على الذهاب إذن قال أن ماذا قال أن that we ثم سنكتب must ذا حول إلى had to that we had to ثم نتمم الجملة check in before we go for walk in the city had to check in before we go for walk in the city هذه هي الإجابة الصحيحة بالنسبة لمثال آخر do you know how to sign up facebook my friend asked هنا لدينا الفعل no في simple present ولكن هو عبارة عن سؤال لأننا استعملنا هنا auxiliary do إذن do you know how to sign up facebook وهذا سؤال وبالنسبة للأسئلة هنا كانوا عني من الأسئلة أنه الأول يسمى yes or no questions وهذا هو yes or no questions لأن الإجابة على هذا السؤال تكون إما بنعم أم وهناك النوع الثاني من الأسئلة يسمى wh questions يعني الأسئلة التي نطرحها باستعمال عبارات مثل what when why where إلى غير ذلك إذن هذا النوع من السؤال يسمى yes or no questions وله قواعده الخاصة إذن do you know how to sign up facebook my friend asked me my friend asked me سنقول if لأن WH questions دائما توجد if إذن سنقول my friend asked if ويتبعها subject وهو أنا لأنه يتحدث إلي ثم هنا do you know ففعل no يوجد في simple present ولكن هذا الأقزل فقط استعملناه للسؤال إذن simple present تحول إلى simple past إذن الفعل هو no سيتحول إلى simple past وهو new لأن فعل no هو irregular verb إذن نتحول إلى new ثم سنتمم الجملة if I knew how to sign up facebook the teacher asked us الأستاذ سألنا إذن the teacher asked us هذا كذلك فهو yes and no questions إذن the teacher asked us if لأنه يتحدث إلينا لدينا هنا us يعني يعني سألنا إن كنا if we are doing تتحول إلى we're doing أو was doing ولكن هنا بما لدينا we سنقول we're doing ثم your work يعني هل تقومنا بعمل عملكم ستصبح our work يعني الأستاذ سألنا إن كنا نقوم بعملنا ثم هنا لدينا you should stop smoking he advised me هنا لدينا advice بالنسبة لأدفايس إخواني فالقاعدة بسيطة جدا فقط نبحث عن الفعل وهو في هذه الحالة stop ونرى إن كانت الجملة إيجابية أم سلبية هنا الجملة إيجابية نضيف to زائد الفعل فقط إذن he advised me to stop smoking كما تلاحظ فهي بسيطة جدا في الحقيقة ولو كانت you should not stop smoking سنقول not to smoke not to stop smoking not to ولكن بما أن هنا لدينا you should وليست you should not قلنا to stop smoking دائما هذه القاعدة تنطبق على advance وorder وrequest وwarnings إلى غير ذلك المثال الآخر don't park your car in this place the police ordered me هنا كذلك لدينا order فنفس القاعدة التي تنطبق على advice تنطبق على orders إذن نبحث فقط عن الفعل وهو park ونرى إن كانت الجملة إيجابية أم سلبية بالمطبع في هذه الحالة فهي سلبية لأن تقول don't لدينا not إذن سنقول not to زائد الفعل ما هو الفعل هو park not to park ثم your car يعني الشرطي يتحدث إلي إذن قال لي لا توقف سيارتك إذن my car لأن هنا لدينا he ordered me يعني أمرني ثم in و this تتحول إلى that place إذن هذه الأشياء التي تغير this تتحول إلى that كما شاهدت في الأمثلة أعلى المثال الآخر what does citizenship involve he wanted to know هنا لدينا هذا السؤال وهذا هو النوع من الأسئلة الذي يسمى by wh questions إذن he wanted to know بالنسبة لقاعدة هذا النوع من الجمل يعني wh questions أولا نبدأ by wh words وهو what ثم يتبعه subject الذي نتحدث عنه وهو citizenship في هذه الحالة إذن he wanted to know what citizenship هناك فيديو شرحت فيه فيديوهات فطرح سلسلة من الفيديوهات فهي ثلاثة أجزاء خصصت كل جزء لكل قسم من أقسام الكلام في reported speech يمكن لك العودة إلى تلك الفيديوهات في هذه الخناة وستفهم أكثر ثم الفعل هو involved وهو يجد في simple present سيتحول إلى simple past involved he wanted to know what هنا لدينا suggest وتعني اقترح ودائما suggest يتباه الفعل زائد ing وبسيط جدا إذا let's go for a walk this afternoon الفعل هو go سنقول he suggested going لأن suggest دائما يتباه الفعل زائد ing إذا let's go for a walk he suggested going for a walk for a long walk for a long walk ثم this سوف تتحول كذلك إلى that كالعاد دائما this ستتحول إلى that ثم نتمم الجملة afternoon afternoon إذن هذه هي الأجوبة الصحيحة على هذا الامتحان القصير فهو امتحان قصير ثاني في الدورة الثانية وخاص بتلاميذ الثانية باكالوريا أتمنى أنكم قد استفدتم قليلا من طريقة الإجابة على هذه الأسئلة أسئلة الامتحانات القصيرة فهي تقريبا نفس الأسئلة التي تضع في الامتحانات الوطنية سواء في وكذلك في وكذلك في وهي دروس مهمة جدا في محتوى دروس الثانية باكالوريا إذن إلى هنا إخواني نأتي إلى نهاية هذا الفيديو شكرا لكم على المتابعة ولا تنسوا الاشتراك في القناة إن أعجبكم هذا المحتوى غير ذلك اشتركوا في القناة وكذلك